اشتركوا في القناة في جهة المغرب العربي هناك تلقب بهذا اللقب لكن عندما يتكلم الناس عندنا عن الوهابية هم يقصدوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يعني علماء الدعوة النجدية والله الذي لا إله إلا هو نحن لا ندافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه مثلا من الجزيرة أو ما كان معالي سعود أو كذا لا والله دفاعنا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب لأن الطعن فيه طعن في التوحيد وندافع عنه لماذا؟ حتى لا يطعن أحد في توحيده ليس لنا علاقة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلا التوحيد فهم أرادوا أن يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا عنه وهاب سبحان الله أرادوا أن يقدخوا فيه وإذا هم يمدحوه لأن الوهاب من هو؟ الله سبحانه وتعالى فنسبوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الله سبحانه وتعالى فأرادوا أن يقدخوا فيه وإذا هم يمدحوه ثم اعلم أن كل من يعلم الناس التوحيد ويدافع عن التوحيد ويحارب الشيخ وقال عنه وهاب اعلم هذا فإذا قال لك بعض الناس أنت وهابي قل لا لا يوجد لكن إذا كنت أعلم الناس التوحيد واذوب عن الشيخ تقول عني وهابي قل عني الذي تقول لأن هذا الذي سار عليه أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب وكاهب وساحب صحيح ثم هذا لحق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا عن أهل السلم ظلما وزورا قالوا عنها مشبهة ومجسمة وشكاكة ونواصد وغثاء ووهابية وغيرها فعلمتم من هو الوهابي الوهابي في هذه الأيام هو الذي يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشيخ أنعم أكبر قالوا كذبوا على الشيخ محمد بن عبدالهاب يعني كذبات كثيرة أولا الشيخ محمد بن عبدالهاب واتباعه على ما الدعوة النجدية تقدم معنا في الدروسة المهمة أنهم يجعلوا الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد سم بعض أحفاده بأسماء أهل البيت قال بعض العلماء لهم قالوا هذه كتب محمد عبدالهاب موجودة خذوا عشر سنين من ثلاث إلى عشر سنين أدرسوا هذه الكتب لو وجدتم في هذه الكتب حرفاً واحدة حرفاً واحدة يخالد ما عليه الأئمة لكم الذي تريده كلمة واحدة كتاب التوحيد البعض يقول لأن البعض يقول فيه حديث ضعيف بعض العلماء قال لهم اسمعوا أريد حديث واحد في كتاب التوحيد باطل أو موضوع أو منكر ما استطاع هذا الكلام لا يخلو منه كتاب أن يكون فيه حديث ضعيف ونحن بإذن الله سنشرح الكتاب بما فيه من أحدهم ولا ندعي اسمها لا لنا ولا المؤلف رحمه الله تعالى لكن لا يوجد في كتاب التوحيد حديثاً واحدة يخالد أصل الشريع مفهوم ومن الخلل والخطأ أن بعض الناس جاء وألف رسالة الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد قام العلماء على هذا وقالوا أنت من أين لك هذا تسمع هذه الأشياء أنت الآن كأنك تعطي أهل البدع سلاح وتقول حاربه محمد بن عبدالها حارب التوحيد يأخذ أكتب تخرية الأحاديث في كتاب التوحيد صح؟ ولهذا بعض الناس يريد كميز يريد يظهر يأخذ أي شيء يقول أن الانتقادات التي تنتقدك على شيخ الإسلام المتين من أنت؟ هل صنع هذا علماء السلام؟ لا إذن لابد تسير على من صار عليه طيب